المحادثة والتعبير الكتابي استقبال الضيف أنا أستقبل ضيفنا ببشاشة وأصافحه وأرحب به أحدث ضيفنا بهدوء واحترام وأقدم إليه طعاما وشرابا إن كان أبي غائبا أقوم بواجب الضيافة نيابة عنه وأنا أقوم بذلك أتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر فليكرم ضيفه واليكرم ضيفه وأطبق قول الشاعر يا ضيفنا لو زرتنا لو وجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزلي وأنت رب المنزلي ولا بد لي أيضا أن أستمع إلى حديث ضيفنا إلى حديث ضيفنا ولا أقاطعه ولا أقاطعه وأناديه وأناديه بأحب الأسماء بأحب الأسماء إليه ومن آداب الضيافة 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 أن أودع أن أودع ضيفنا 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 وأرافقه وأرافقه إلى باب المنزلي إلى باب المنزلي شاكرا له زيارته شاكرا له زيارته وشكرا جزيلا يرجى الاشتراك في القناة